بإذن الله بكرة الأحد الساعة عشرة بالضبط هفتح بث مباشر تطبيق يوستار وطبعا هنتفرج نهائي بطولة أمم أوروبا مع بعض وحنتكلم مع بعض ونسولف مع بعض عن كل شيء طيب إيش هو تطبيق يوستار؟ تطبيق يوستار تقدر تسوي فيه بثوث مباشرة وغرف صوتية تسوي فيها فعاليات مع أصحابك مع الناس اللي هناك وبرضو تقدر تفتح غرف صوتية تكسب منها فلوس طبعا الاي دي حق حسابي بتلاقوه بالوصف أو بتلاقوه بأول كومنت مثبت وروحوا كلكم خذوا الاي دي حقي وحطوه بالتطبيق عشان تضيفوني تعاوني نتفرج مبارا مع بعض ونستمتع هلا والله يا جماعة الخير واليوم أنا غيمر طبعا ونعتذر لكم جدا عن تأخير نزول المقطع للأسف جاني كورونا باختصار وطبعا هذا اليوم الثالث أو الرابع تقريبا وأنا مصاب فدعواتكم لي بالشفاء عشان نرجع ونفجر اليوتيوب بس احنا اصلا قريدي نفجرينه وبإذن الله ما هنقطع ابدا ما حيكون لنا قطعات طويلة كذا نقطع كذا يومين ثلاثة كأقصى حد يعني وطبعا فكرت بمكتب حيث اني أكون موجود فيه لكن مني موجود في الملعب نفس الوقت يعني أنا الان جالس أصور بمكتب هذا وانا بغرفتي لحالي وطبعا حسوي مهارات وأشياء بالفيفا الحين حتشوفوها أبغى أحمد يسوي زيها أو أحسن منها ولو ما سوى زيها حيخسر وحسيب العقاب على طلال أبواك انت يا طلال بما أنك حاقد على أحمد أبواك تجلد جلد طبعا انتوا احسبوا عدد التحديات ولو كان الخسارة أكثر من النص حيتعاقب أحمد من الأخير وطبعا أنا مستواي بالفيفا جبار وأكبر دليل شوفوا كيف اليد مكسر أمه وترا فيه ثلاث أياد مكسرها أول تعرفوا الفوت شامبيونز كيف وطبعا الحين مع الحجر أكيد صار مستواي جبار أكثر وكثر لأنه فاضي وما عندي أي شيء غير أني أدق فيفا الحين ندخل بأول تحدي والله يعينك يا أحمد وترا حاجات ترا بسيطة أنا مجهز حاجات بسيطة لكن انت حتقول اي خلونا نروح قبل لنبدأ يا جماعة كذا حاس أني خشيت بالجو حق الجيمير الصراحة ودي أسوي ستاب خاص بالجيمينج ونسوي قناة خاصة يعني بالجيمينج فش رايكم بالفكرة اكتبوا لي في الكومنتار وطبعاً هسوي معظم التحديات برونالدو والتحدي الأول هيكون خفيف لكن صعب مرة كيف الحين بتشوف؟ ينقسم بقسمين القسم الأول هدقدق بالكورة لمدة 30 ثانية وأحمد هيدقدق بالكورة لمدة 30 ثانية لكن لازم يجيب عدات زي عدات رونالدو أو أكثر ولا حيخسر والقسم الثاني هدقدق لكن هتكون بالركبة يعني هدقدق بالركبة وكمان نفس الشي لازم يجيب نفس العدد أو أكثر نبدأ إلى المتصيب 30 نرى ما هقدر عدتك شوفوها بالموتاج يا ساتر والله يا سريع برير رونالدو أنت مرة سريع وأحمد يحقد عليك صراحة شوفو كيف كم جالس يجيب؟ كم دكة؟ سموت يا بوي هذا الدون ها كم باقي؟ كم باقي؟ هالوقت 10 ثواني 10 ثواني وأتوقع أنه جاب فوق المية بالراحة أوكي خلص الوقت خلاص الوقت يا جماعة كذا خلصنا أول قسم من التحدي الأول بيطلع لكم بالمونتاج كم جاب رونالدو وعد الله يعينك يا أحمد الحين نبدأ القسم الثاني فبسم الله حق الركبة ذا أوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شوفوا الحين صراحة رونالدو بطيء هنا رونالدو بطيء فأتوقع أنه أحمد فرصتك أنك تغرب الدون رونالدو ويكتب في السيري حقك أن القلب ترونالدو أوكي كم باقي؟ والله أتوقع شوفوا جاب حول خمسة وثلاثين أربعين مرة بس شوف لو طاحت منك الكرة راح تخسر قلتلك آه كم باقي؟ خلص الوقت صراحة يا جماعة كعدد ما جاب كثير رونالدو للأمانة كان شوي بطيء لكن تحدي كمان أنه لو طاحت منك الكرة ترح تخسر يا أحمد فأنا علمتك بالكلام هذا أحمد قريباً حقول له القم طبعاً معروف عن أحمد أنه لاعب ملاعب ترى ملاعب فريستايل ملاعب استعراضي أبداً فهل حتقدر تسوي الأشياء هذي ولا لا؟ خلينا نشوف يلا ساعة ساعة داعي ستناعة حلو وحش وحش تركيز والله أنك مركز حباً كافو 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 بس وربي إنك وحش يا أحمد خمسة وستين دقة في ثلاثين ثانية رونالدو فيفا جابه تسعين دقة تقريباً يعني رونالدو في الفيفا مطورينه ومزبطينه أنا لما فرجان الفيديو طلال قلت له مستحيل كيف أنا قلت لو جفت نص التسعين يعتبر ممتاز يلا يلا القسم الثاني يا أحمد يلا اللي بعده اذهب واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ثلاثة 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 عشرين ثلاثين ستة سبب ثلاثين كافو دم رونالدو يا جماعة بينك سابري وربي وحش يا أحمد خمسة وأربعين بأربعة وأربعين يواد المنبئ دوب وطفا حتى القسم الأول ترات يعني والله يأبدال هات أصعب هات أصعب يلا التحدي الثاني هختبرك يا أحمد بسرعة لسبرينت عاد انت سريع وأسرع مني لكن هل هتكون أسرع من رونالدو ولا لا عدا ذي أبهرني فيها فاهم التحدي باختصار أنا هوقف رونالدو عند نص الملعب وحسوي فيه سبرينت لآخر الملعب يعني من خط النص إلى النهاية وحنشوف كم ثانية جابه أو أنت بالضبط هتسوي نفس الشي لكن هتسوي بملعب قانوني ترى مو ملعب صغير لس جو نبدأ بلينت 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 بخط النهاية أتوقع جاب حوالي سبع ثواني تقريبا وطبعا بكورة مو بس سبرينت عادي فلازم نتفرق يلا خلينا نشوف أحمد إش حيسوي 3 2 1 go ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الآن نجي للتحدي اللي بعد طبعا بما أنه يا أحمد أنت رجلك قوية مرة ما شاء الله حنشوف هل رجلك حتكون أقوى من رجل رونالدو ولا لا طبعا التحدي هذا حينقسم لقسمين القدم المفضلة والقدم الضعيفة حنشوف رونالدو وين حيوصل بالقدم المفضلة والقدم الضعيفة طبعا أنت لكل قدم عندك ثلاث محاولات عشان توصل ليوصلوا رونالدو وطبعا المسافة حتكون نصف الملعب دور القدم المفضلة الآن بسم الله نشوت ها فين هتوديها يا رونالدو والله ما توقعت يا جماعة رغم انه يعني ما ارتفعت مرة وداها سقعت بالشبك يعني يا احمد لازم تسقعها بالشبك لازم توديها لانات بالقدم المفضلة وعندك ثلاث محاولات حين نروح للقدم الضعيفة نبتع قدم الضعيفة جاب والد مرمى على طول طلعت القدم الضعيفة قول القدم المفضلة يا جماعة فمادري ايش هتسوي انت يا احمد صراحة الله يعينك خلينا نجوف احمد ايش هيسوي الله يعينك التحدي هذا من التحديات اللي اثق باحمد انه يقدر يتخطى في تحديات ما كنت اثق صراحة زي الدق دقا بس برافو عليك جاب عدد كويس يعني يلا خلينا نشوف اولا لا اول محاولة يا جماعة ايش تبغى تاني يا صبر قدم الضعيفة يا احمد قول جملةك فاضي القدم الضعيفة القدم الضعيفة صفر ترى بس رح حاول رح حاول يلا الحين القدم الضعيفة ثلاث محاولات تقدر يلا يا احمد يلا برجل الضعيفة انا متحمس لدي خلينا جربة حدي خلينا جربة حلوة جات عنك نقطة البلانتي يعني محاولة الاخيرة جات عنك خطة ستة قريب من خطة ستة قريب من خطة ستة حلو يعني كذا عديت نص التحدي نروح للتحدي اللي بعده التحدي الاخير اول قبل الاخير صراحة جالس اشاور نفسي بس انه نبغى حماس صراحة نبغى ايش نبغى تزديد لحين طبعا نجي على تزديد الكرات الثابتة حيكون عندك اهداف بالتسعين اليمين واليسار والزاوية التحت اليمين واليسار برضو حتحط مكانها اي شي عشان تصيبها وطبعا حيكون عندك ست كرات وانا عندي برضو ست كرات لكن مرونالدو المرة هذي عادة عشان تفرق مرونالدو كان ودني انشب لك برونالدو صراحة لكن بالكرات الثابتة ما عرف كيف هات برونالدو ولازم تصيب نفس عدد الاصابات اللي انا اجيبها او اكثر لو قدرت تجيب اكثر اسمك انت كذا تغلبت على لاعبين الفيفا ولو عدلتني حتفوز ولو جبت قل حتخسر وتتعاقب فلس قو نبدأ طبعا نلبس النظارات عشان اركز نبدأ الحين وحطها بالزاوية اللي هناك اوكي الله عليك اه سلام اكي نروح لين الكرة الثانية الكرة الثانية هحطها تاحت لا كويتها مرة لا جت جت نايس صاروا اثنين من ستة وجايب الهدفين من ستة شكلي هجيبهم كلهم لانه صراحة سهل عليه بصعبه على احمر كرة الثالثة ها يا الله كيف كده جت في العارضة هذي تعتبر ميس الكرة الرابعة لحين بسم الله هعطه نفس الزاوية بجيبها يعني بجيبها لا هذي بتجي خلاص لا سلام الكرة الخاصة ح blend.. ياخي جالسة لا بس جاءت الحمد لله سليمة نروح للكورة الاخيرة درسدد على هذه الحين خلاص جاء دورك هااااا انتكسرت بس جاءت ارضه يا جماعة طبعا بالبداية جاءت صافة وقلت ما لي دخل انه جاءت عافية وانكسرت هم شي بس مو ذنب احمد صراحة فمحا حسبه انا اعتبر جبت اربعة من ستة لازم تجيب اربعة من ستة يا احمد اتوقع كذا مرة سهلت المهم عليك طبعاً حيكون مكان وقوفه أحمد بالمكان اللي يبغى يمين أو يسار ولازم يكون على مسافة 24 متر لا تنسوا يعني تقريباً ولا القوس بشوي وما ينفع أنك تكرر نفس المكان تحط لي زاوية تحت دائماً أنا بحطها تحت وتجيبها كلها لا يا حبيبي لازم تنوع شوي فخلينا نشوف التحدي هذا اللي تعبنا قبل لا نبدأ فيه زي ما انتم شايفينها بينما علقنا الشباب هنا وهنا طبعاً معروف الزوايا لازم تجيب أربع كور زي ما شفت صفري جاب أربع كور من ست كور طبعاً يا أحمد بإمكانك توقف في أي مكان طبعاً يلا نقونا في العرضة حلو يا سلام ووو كانت كورة الثالثة عاد لازم يجيب الأربع كور عشان يفوت أو عشان يتعاد جاب أحمد يلا يا عيني الصوت طرب يا جماعة ولا لا فقش أم أمه حلو حلو يا جماعة ما شاء الله أول كورتين ضياحه وورا بعض يلا يا أحمد كور الأخيرة أبغى تسعين يا جماعة لا لا هذا التحدي ما سهو وورا رونالدو بس رونالدو هنا رونالدو جاء هنا الملعب والله وحش الحين عاد جين المهارة التمرير أو تحدي التمرير أنا حاولت أنوع قدر الإمكان طبعاً هتسوي زي ما أنا جالسة أسوي الحين يعني ممكن أنت تحدد بالشطرطون أو تسوي أي شيء حاول أنت بنفس المسافة بشكل تقريبي وبرضو عندك ست كرة لنذهب الكرة الأولى الله جبتها بالمقاس لا لا هذي بعيدة هذي بعيدة مرة أوكي أوكي هذي جات تعاد بالمكان المناسب هذي وين هتجي يا سلام يا سلام ثلاث كرات من أربع وكلها ترى قريبة أجيب هناك لا هذي جات بعيدة شوي أوكي هذي جات مدري فين طبعاً جبت برضو أربع كرات من ستة فيلا نشوف مهاراتك في التمرير طبعاً هيكون في ثلاث مناطق هذي المنطقة الأولى بس طبعاً يمين واليسار هنقدمهم شوي لأنه كذا كان في فيفا طبعاً يا جماعة الخير كل منطقة معا كرتين لازم تجيب كإجمالي أربع من أصل ستة منطقة مرة بعيدة يا جماعة طبعاً يا جماعة ملعب قانوني احنا استقصدنا نجي هذا الملعب مسافة مرة بعيدة أوكي جات على الخط الكورة الأولى دن وحش وحش يلا لا لا بعيدة حلو يا أحمد منطقة اللي بعدها يلا يلا هلا المنكان جيبها عندي أيوه أيوه الكورة الثانية يلا جيبها عندي حلوة حلوة جات هنا وربي فنان يا شاعة بقي لك أخر كورتين وآخر كورتين لازم تجيبه أيوه على الخط تماماً وصلنا لنهاية مقطعنا وتحدينا لليوم وصراحة أحمد يعتبر جاب سكور ممتاز جاب ثلاث تحديات وثلاث تحديات صعبة من خمسة فيعتبر هذا شي جداً كويس وبرضو إن شاء الله المقطع الجاي أكون موجود فيه بالملعب ما أكون موجود فيه بالبيت بس وطبعاً للأسف ما هيكون فيه دقيقة أسئلة بالنهاية زي ما انتم عارفين اش صار يعني إن شاء الله برضو المقطع الجاي يكون فيه دقيقة أسئلة وبرضو عطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات برضو وطبعاً قبل لا ننهي بما إنه أحمد جاب ثلاث تحديات من خمسة معناها إنه تخطى الفيديو هذا أو تخطى التحدي هذا وما حيتعقب يعني وطبعاً طلال محفظ جداً وزي ما قلت لكم لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة لأنه دائماً غير المشتركين هم اللي نسبتهم الأعلى في أمان الله